كما أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى وجود تدفق أموال من الجانب الإماراتي بما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم تدفقها طوال مدة تنفيذ المشروع وأضف مدبولي أن كل الشركات العاملة في المشروع ستكون بعمالة ومصانع مصرية الجانب الإماراتي المتوقع أنه سيستثمر لكي ينمي هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم طوال مدة تنفيذ المشروع وبالتالي أنا أريد أن نوضح لحضراتكم معنى هذا الكلام إيه معناها أننا كدولة نستفيد في الشق العاجل فوراً ب35 مليار دولار أمريكي بيدخول الدولة المصرية وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية وأنا بقولها وبأكدها من أن نادر أن نلاقي صفقة بهذا الحجم بتدخل وده تاني مرة أخرى يعني كل الفضل يعود لقيادة سياسية للدولتين في هذا الموضوع